السلام عليكم مرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كيديرين اشخباركم كانتمنى تكونوا بخير على خير اليوم غنديرو هادا القرص او قراش البلديين من السمين بالنافع ما فيهم لا زبدة لاحليب غير ببيضة واحدة وكيجيو خفافين ورطبين كيما كتشوفو سهلين فتحضير الى عجبتكم الوصفة ما تنسوش تديرو لايك ونمشيو على بركة الله نشوفو المقادير والطريقة اشتركوا ببيضة واحدة الاسفر غادي نخليه للتزيين والابيض هو اللي غادي نخدمو به غادي نحتاجو 50 جرام ديو سكارسيني دا انا ما درتهاش كلها در تجوج مع القكبار معامرينش ما بغيتهم مش تجيبينه فيهم الحلوة بزيف جوج مع القكبار ديال النافع انا سهدته واحد شوية وهرمشته و 15 جرام من خميرة الخبز الجافة ما يعادل مع القا كبيرة عامرة وتولوت الكاس ديال العنبة ديال الزيت و 400 جرام ديال الدقيق او ما يعادل ربعات الكيسان ديال العنبة اول حاجة غندوبو الخميرة ديال الخبز مع السكار سمحولي اهنا كانت الكاميرا واقفة مرضيتش لها البل انا درت غير جوج مع القمعامرينش ديال السكار ساني دا وضفت المدافي وخلط الخميرة مع السكار باش يدوبو الى عندكم لوقت خليهم واحد شوية يتفاعلو انا عجنتهم مباشرة كنغرب له الدقيق وغنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الملحس محولي اما اذكرتهاش مع المكونات نسيتها كنضيفو الزيت والنافع اللي مهرمش او ممكن تخليه صاين ابيض البيض والاصفر غادي نحتفظو به التزين سافيو غادي نجمعو العجين بماء دافي نضيفو الماء غير بشوية بشوية وكنضيفو حتى الخميرة اللي اللي وجدنا الماء ما تزربوش ما بغناش عاجين يجي مطلوق بززاف عاجين ارتب شوية كيلسق ولكن مشي مطلوق بزاف هدا هو القوام ديال العجين هنتو مرا كيلسق في يدي ولكن مشي مطلوق بززاف شوية شاد درازو سافيو غادي ندلكو العجين ديالنا مزيان ممكن نديرو العجانة انا كيعجبني نخدم بيدي سافيو غادي نخليوها يرتاح المرة اللوله نخمروه المرة اللوله كندهنو واحد البول بزيت وندهنو يدينا بقطيرة ديال الزيت وكنخليو العجين يخمر هدا هو شكل ديالو بعد ما تدلك كيما كتشوفو سافيو غادي نخليوه يخمر هنه ضروري تديرو هاديك المعلقه الكبيره ديال الخميره او ما يعادي الخمسطاشر قرام لانه من جهه الجو بارد ومن جهه اخرى العجين مليتي يكون فيها الزيت كي تعطل فالخميره يعني ضروري خسنا نديرو هاد القياس ديال الخميره او لشوية كتر هنه بعد مداز تقريبا خمسة وعشرين دقيقة كيبال لنا العجين خمر كيما كتشوفو غادي ندهنو ايدينا بواحد القطيرة ديال الزيت وكن نضغطو علي واحد شوية كندي قازي ويعني نفرغوه من هادك الهواء اللي فيه وكنبدو نقطعوه الكويرات انا اللاطف درت فيها البابي كويسان ويلا ما عندكم مش ممكن دهنوها بشوية ديال الزيت والكويرات اغديرو هن بالحجم اللي بغيتو انا درتهم شوية صغار كنستمرو نقطعوه العجين كلو بهذا الشكل ونحاولو نعطيوهم نفس القياس من بعد ما كمنا كان قرصوهم اه على حساب السمك اللي بغيتو انا ما بغيتهم شي جيوني طالعين بغيتهم شوية السمك ديالهم يكون رقيق انتو ما غتقرصو على حساب اللي بغيتو هم يبقاوا شوي اغلاده وما را مازال غاديتلعو في الفران اوم اللي خمرو اه فاخليو على حساب الغلد اللي بغيتو انا را ورقتهم عفوا نقرستهم مزيان كي ما كتشوفوهن باش نقدوليهم شكل ديالهم يجيونا بحال بحال فكن ممكن ديرو هاد الاطار ديال الحرشة كندهنو بواحد شوية ديال الزيت وكن قرصوهم وسط منو نحاولو نوصلو العجين للجواني بهذا غير باش يجيو شكل ديالهم يعني ماشي ضروري سافي بعد ما كملنا غادي نغطيو العجين ونخليو يخمر المرة التانية انا خليتو تقريبا 40 دقيقة من بعد خديت اسفر بيضة اللي خلينا ممكن تزيدو لها غير شوية ديال الماء انا عندي يوغ طبيعي في تلاجة فضفتو واحد المعالقة صغيرة ودهنت لهم الوجه ديالهم كي ما كتشوفو وممكن تخلطو هاد اسفر ديال البيض مع واحد شوية ديال الحليب إلا بغيتو بغيتو تخليو الوصفة كلها بلا حليب فاسفر البيض نديرو معها شوية ديال الماء ونطربوه وندهنو به من بعد رشيتهم بشوية ديال الزنجلين ما يكونش محمر سافيو كندخلوهم الفران سخون ضروري الفران كنو مسخنينو مزيان انا طيبتوهم بفرن غازي شعلت عليهم في اللول غير من الاسفل وخليتوهم حتى تقريبا طابو من الاسفل عاد شعلت الفوق نار مهيلة نطيبوهم على نار مهيلة لان نضغية كي طيبولة من الفوق لمن تحت سافيو كنخرجوهم هذا هو اشكلهم بعد ما خرجو من الفران ممكن تلفوهم في واحد المينديل وتخليهم حتى يبردو باش هذيك الحرارة كترجع لهم وكيزيدو يرتابو اكتر الوصفة خديتها معند شيف ابراهيم الدوحميش اللي كنشكره بزاف على الوصفة الناجحة وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله